البايبينج الاسبيكتور وهنبدأ اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بالاية القرآنية الكريمة اللي بتقول وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب ان الله قوي عزيز هنبدأ ابش مهندسين اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم كده هنبدأ نتكلم في المجال بتاعنا عن البايبينج او نتكلم عن مجال البايبينج مجال البايبينج جابش مهندسين مجال واسع جدا 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 يمكن لو بدأنا نتكلم فيه اكتر ثلاث حاجات فيها بايبينج هنبدأ نتكلم على النفط والغاز تمام واستخدام الازم بيه ثيرتي وان بوينت ثري اللي هو البروسس بايبينج طبعا والرفاينينج وغيرها من الشركات زي قاهرة التكرير بترول وجابكو خالدة والشركات المصرية دي او الشركات طبعا الاجنبية بريتش بتروليوم آآ وانترشال وغيرها من الشركات ونبدأ نتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا اللي هي محطات الكهرباء نتكلم على الباور آآ الباور بلانتس والباور ستيشن وهنا بنتكلم على ازمي بيه ثيرت وان بوينت وان وده الباور بايبينج والباور بايبينج جابش مهندسين طبعا من اشهر الشركات سيمينز وغيرها من الشركات مثلا في مصر وقرسكوم وغيرها من الشركات نجي نتكلم برضو في مجال البايبينج جابش مهندسين احنا بنتكلم على البايبينج الخاص بيه تركيبات المصانع يعني عد معايا بقى كده لو انت بتتكلم على مصنع على سبيل المثال مصانع مثلا اسماك تونة او غيرها بيكون لها تركيبات من البيبينج سيستم بيبدأ يركب لها حاجة اسمها فلوميتر سكيد وبيركب لها بايبينج سيستم سواء كربون ستيل او سواء ستيل ستيل او سواء ال HDPE اللي هي الموصير اللي هي البلاستك عالي الكثافة تمام وتبدأ ان انت تدخل للغاز ممكن يكون شغلك في حاجة زي كده ممكن يكون شغلك في شركات مثلا هتبدأ تعمل موقع في بترو كيميكال تمام مصانع البترو كيميويات كتير بتبدأ ان انت تشتغل في بتاعتها وتبدأ انك تعمل لها التركيبات بتاعتها او تشتغل في الصيانة بتاعتها فالفيلد بتاعنا باش مهندسين سواء بقى مصانع نسيج مصانع ورق اي حاجة من الكلام ده طبعا فيها شغل خاص بينا لان الاماكن دي كلها فيها غالبا بريشر بيزلز او فيها بويلرز تمام فمعنى ان فيها بويلرز معنى ان فيها بروشر بيزل معنى ان انت عندك بايبينج سيستم هيعمل كوننكت على كل الكلام ده اي باش وانسي فمهم جدا 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 ان احنا اول حاجة نبدأ كده بتعريف عن المجال بتاعنا يا باش وانسي طيب خلي بالك من تعريف المجال بتاعنا فيه ناس بتبدأ انها تشتغل في البروزيس نفسها في العمليات وفيه نفس الناس بتشتغل في البروزيكت نفسه تمام نفرق ما بين الاتنين لان الناس اللي شغالة في البروزيس يا باش مهندسين دي ناش شغالة فيه مثلا عمليات الفصل وعمليات التكرير وعمليات النقل الخاصة بيه البايبينج سيستم وده مختلف تماما عن مهندس المشروع يمكن اقرب مثال لمهندس المشروعات عشان المهندسين اللي معانا اللي لسه فريش او لسه يخشوا مجال البايبينج جديد هو زي مهندس المدني على سبيل المثال انت بتديله رسمة البيت والمفروض ان هو بيبني لك البيت تمام اثناء عملية البناء دي باش مهندسين اللي بيحصل بيحصل اخطاء في التصميم بيحصل ابتكارات من المهندس اللي بيبدأ يستلم خطوة بخطوة بيحصل مشاكل بيبدأ ان هو يقابلها الحد ما بيوصل بالمشروع لبرى الامان والحد ما بيخلص ويعمل البيت البيت ده طبعا بيبدأ ان هو ينشئه بجودة عالية بامان عالي تمام وهو ده اللي بيعمله مهندس الجودة او اللي بيعمله البيبنج انس بيكتور وانا جاي لك في البيبنج انس بيكتور بالتفاصيل وبالاجزامبلز ما تتوشي مني خاص طيب يبقى المهندس سيباش مهندسين مننا المهندس اللي شغال في المشروعات عامة معا لوحة بيبدأ ينفذها بحيث ان هو يوصل لبروجكت مش هنقول يوصل لبرودكت لان احنا بنتكلم فيه حاجة بتاخد شهور او ممكن تاخد سنين فمعا لوحة اللوحة دي لازم تتنفذ ولازم تمشي بخطوات معينة بنتكلم مثلا ان فيه لوحة بتبدأ انها تتفتح فيه ماتيريال بتستلم فيه لحام بيتعامل فيه اختبارات غير اتلافية فيه دوكومنتيشن بيتعامل وبخلص المشروع بتاعي كل ده بيكون وفقا للإي تي بي ووفقا لأصول الصناعة ووفقا للبروسيجر بتاعت الكامباني والأكواد هنتكلم على كل الكلام طيب يعني يا بش مهندس انت تحديدا عايز تقول لي الدور بتاع البيبينج انسبيكتور او البيبينج انجينير ايه بالزبط التايتل ده بش مهندسين تايتل غالي جدا 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 ببيبينج انسبيكتور ببيبينج انجينير مش قضية كفلوس ولكن مطلوب بشكل اكتر يعني من اكتر المجالات اللي بتطلب في الاول اندجاز هو شغل البيبينج لان خلي بالك في الاول وفي الاخر ان البيبينج هو اكتر حاجة موجودة في البلانت مش البرشر بيزل ومش التنكات تمام فالبايبنج بهم جدا نابش مهانسين وزي ما نقولتلك حتى فيه التركيبات الصناعية حتى فيه اي مصنع من المصانع غالبة هيخشوا بايبنج يعني معظم المصانع فيها انظمة تكييف فيها انظمة هيتنج فالكلام ده كله هيكون معتمد على الاساس غير الكمبريسورز وغير الكلام ده بيعتمد على البايبنج سيستم فالبايبنج سيستم مجال واسع جدا جدا نابش مهانسين طيب حلو جدا نابش مهانس الكلام الجميل ده تمام طيب المهانس بتاع البايبنج انجينير او ايه الطايتل زي ابش مهانسين اللي بنشوفها في مجال البايبنج الطايتل زي ابش مهانسين طايتلز كتيرة ولكن احنا بنتكلم على الكيو اي كيو سي انجينير او الكيو اي كيو سي انسبكتور ولكن في حاجة اسمها كونستراكشن انجينير على سبيل المثال والكونستراكشن انجينير يا بش مهندسين ده مسؤول عن ايه? مسؤول عن العمليات بتاعة الانتاج او التنفيذ ولكن related to cost تمام? بشكل كبير جدا جدا هو معتمد على cost نفسها. يعني بيبدأ ان هو خلي بالك مهندس الكيو سي ومهندس الكونستراكشن اللي اتنين بيعملوا نفس التسك تمام? ولو واحدة شغالين في بايبلاين هيبدأ يكون مهندس الكيو سي هو اللي بيدخل يختار الاتنين اللحمين اللي يبدأوا اللحم او الغرز والاتنين اللحمين اللي بينه اللحم تمام? وما المهندس الكيو سي بيعمل ايه? مهندس الكيو سي عارف يومية اللحمين دول ايه? المهندس الكيو سي عارف الشركة اللي هيقضر منها على سبيل المثال ما كان اللحم ايه? تمام? ولكن في نفس الوقت مهندس الكيو سي مالوش اي علاقة بالفلوس في الحتة دي. يعني مهندس الكيو سي مالوش علاقة اللحم يومية خمسمية جنيه ولا الف جنيه ولا الف ونص ولا ايه بالزبط. فاحنا عندنا اتنين بيبدأوا ينفزه اللي موجود في اللوحة بس واحد بيبدأ ينفزه من ناحية الكوست وده غالباً بيكون يعني related أو معتمد أو على حاجة اسمها المعاد النهائي أو deadline وبيحاول أنه هو يصرع المشروع قدر المستطاع وفي نفس الوقت بيكون معاه مهندس تاني اللي هو مهندس الكواليتي ومهندس الكواليتي بيكون مش فارق معاه خالص حاجة اسمها فلوس قدر المستطاع أهم حاجة بالنسبة لي الكواليتي تمام طبعاً كله شغال في كله شغال طبعاً لو شغالين قط وفارق وكده يبقى الشغل مش حلو يعني ولكن المفروض طبعاً أن احنا كلنا فالمفروض أن احنا كلنا بنشتغل وبنكمل بعض وما بيبقاش في حد يعني على سبيل المثال أنت بتبقى شغال مع عشركة من الشركات مثلاً في دولة خالجية وبيكون أنت ككيو سي يعني أنا ككيو سي أنا شايف أن الكونستراكشن بيعمل حاجة غلط على سبيل المثال أو شايف أن الكونستراكشن في البايبلاين ده لو دخل اتنين لحامين قصاد بعض أفضل في الكواليتي وأسرع في الوقت نتكلم على البايبلاين من أول 12 بوصة مثلاً مش البايبينج بايبلاين تمام وده بيختلف على البايبينج جاه باش مونسين أن البايبلاين بيكون غالباً خط مواسير للنقل على سبيل المثال ما بيكونش فيه فتنج كتير ما فيش قلبوس كتير ولو في قلبه بيكون قلبه اللي هو 5D تمام؟ اللي هو القلبه اللي بياخد قطر كبير شوية ولكن طبعاً غير البايبينج الديمينشن في البايبلاين بيكون بالمتر وليس بالمليمتر يمكن من أشهر الخطوط اللي اتكلموا عنها كتير حتى في الأخبار نورد ستريم اللي هو ما بين روسيا وما بين ألمانيا على سبيل المثال أو ما بين روسيا وأوروبة عن متن يعني فالخطوط مهمة جداً جداً بس ما نجي نتكلم على الخطوط باش مهندسين هي بتختلف عن البايبينج فلازم أنوهلك على الجزئية الخاصة بالاختلاف ما بين البايبينج والبايبلاين في البايبلاين نابش مهندسين الكيو سي بيبدأ أنه يقول لك لا أنا عايز اتنين لحمين قصاد بعض الاتنين لحمين قصاد بعض بيعدله التأثير بتاع الهيت امبوت أو الحرارة من على اليمين والحرارة من على الشمال فيبدأ أن اللحام ياخد شكل كويس جداً ما يبقاش فيه ديستورشن أو يبقى فيه مثلاً انبعاك في ناحية عن ناحية فعالكيرفيتشار بتاع البايب اتنين لحمين بيدوا جودة عالية جداً بيدوا انتاجية برضو عالية جداً فهنا زي ما بقول لك فيه تيمورك ما بين الناس كلها أن أنا بحاول أن أنا حقق الكواليتي وفي نفس الوقت أنا عايز أخلص المشروع بادري برضو تمام خلي بالك من النقطة دي لأن معظم الشركات ما عادش الفكرة باش مهندسين بتاع زمان اللي هو يقول لك ايه المهندس الكيو سي بيعطل الشغل عشان خاطر وعشان خاطر وعشان خاطر الفكرة ده انتهى معظم الشركات خلي بالك وبالأخص في الخليج بتبدأ تجيب مهندس وتسميه ميكانيكال كيو اي كيو سي انجينير وده بيكون مهندس جودة بس برضو بيكون ريليتد لعملية الكونستراكشن يعني مش بعيد ان انت مهندس جودة وكل حاجة ولكن هيبدأ يقول لك ان ايه اللي متأخر او ايه اللي باقي عندك هتقوله اللي باقي عندي احنا خلصنا الحام بس لسه ما صورناش اني دي تي هصور ار تي طب انت هتصور ار تي امتا طب انت هتعمل هايدرو تيست امتا فبقى المهندس يا باش مهندسين بتاع الكيو سي مطالب منه ان هو يحضر تكنيكاليتي قوي جدا ويعرف يفاجه واللحام ويعرف يقرأ لوح والكلام ده وكمان يسجل كل حاجة ودي اهم حاجة طبعا او من اهم الحاجات انه يبقى عنده ريكورد كيبنج وعادة التسجيل واكتب يوم بيوم وانا خلصت كام لحام تمام والنقطة دي بغاية الاهمية مش مهندسين اثناء الهايدرو تيست وبعد انما التنك دخل ايام عشان يملوه بس الهايدرو تيست ده بيكون اختبار بالمية بيبدأ انه يملأ التنك بالمية ويشوف مثلا هل في مثلا هول في حتة معينة هل في الحامة تلحمش هل في حاجة من الكلام ده لان طبعا التنك بيكون في الامبيانت بريشر مش تحت هاي بريشر يعني فالضغط الجو عادي خلص فوهو بعد انما مالوا بعض يومين ثلاثة بيملي في المية لقى التنك بيخر يعني الناس كلها وقفة وكذا شركة وقفة تمام طبعا دون ذكر اسماء لقى التنك بيخر طب التنك ده بيخر لا بش مهندسين لان في الحام منسي خلي بالك ما اللحام ده المفروغ بيتعمله ضيب نتران تيست وده اختبار من اختبارات الان دي دي برضو تنسى لان اللحام ما تلحمش تمام طيب فتتجنب الكلام ده زي بش مهندس ان انت يكون عندك على الاقل ريكورد قوي جدا جدا كتابي وريكورد على برامج زي الاكسيل شيت او غيرها من البرامج اللي بتسجل عشان خاطر بعد كده تفلترها وتقول ده انا بقيل اللحام رقم كذا تمام دي نقطة مهمة جدا جدا نابش مهندسين حتة الريكورد كيبنج ومع الريكورد كيبنج ان انت كمان تبقى انت عارف كابلانينج ايه اللي هيتم وايه اللي خلص وانه اللي مخلص تمام دي نقطة هتفيدك كويس جدا 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 خاصة لو انت شغال حتى مع العميل والله يعني لو انت شغال مع الكونتراكتور ككيوسي او انت شغال مع العميل مهم لانه مفيش حاجة في الدنيا باش موانسين مش related to money او مش related to time تمام كل حاجة في الدنيا بتعتمد على الفلوس وبتعتمد على الوقت والمفروض انك بتعمل شغلك بالجودة المثالية بتاعتك وكل حاجة بس الحاجة اللي تنجز فيها وتحقق فيها الجودة افضل من الحاجة اللي اه تحقق فيها الجودة وتاخد منك ايام تمام طيب نخش كده باش مهندسين على موضوع اه يعني بتفاصيل شوية ونبدأ نتكلم فيها مع بعض ان شاء الله طبعا باش مهندسين انا احاول اخلي ده ان شاء الله موجود على الصفحة موجود على التشانل بتاعت اليوتيوب وموجود على الصفحة بتاعت الفيسبوك عشان خاطر لو اه في حاجة مش مفهومة او حاجة انا ببدأ اقولها ممكن تبقى سريعة شوية او حاجة لما ترجع لها تبدأ ان انت تستفيد منها تمام اه طيب انا بحاول بس ان انا اوصل معاكو ونبدأ ننقل المعلومات دي بشكل اه يعني مترتب مع بعضه ويوصلك بصورة ممكن تكون اه يعني صورة مختصرة شوية عشان خاطر الوقت بتاعنا ديق شوية طيب لما نيجي نتكلم بش مهندسين هنتكلم على الخطوات بتاعة البيبنج انسبيكتور هو البيبنج انسبيكتور ده عشان نكون بايبنج انسبيكتور قوي لازم اعرف اصلا هو بيعمل ايه البيبنج انسبيكتور ده ده بش مهندسين بيبدأ ان هو يصاحب المشروع كده ويكون مع المشروع من اول خطوة الديكومنتيشن وعشان نفهم خطوة فالمشروع بتاع البايبنج فيه تيم انجينيرينج ده خاص بالدزاين وخاص بالدرويج مهندس البايبنج انسبيكتور او البايبنج انجينير مش مسؤول عن الدزاين او الدرويج ولكن هو مسؤول عن الريفيو او ان هو يراجع الدزاين والدرويج لو هو مطلوب منه كده احيانا بيكون شغال في السايد فمش هيراجع ولكن حتى لفي السايدة باش مهندسين انت المفروض تراجع ورا الناس حتى اللي في الاوفيس وهقولك ليه اول حاجة باش مهندسين انت على سبيل المثال بتراجعها حتة هل الدكومنتيشن دي يعني انت في السايد وجاتلك لوحة هل اللوحة دي ابروفد ولا نوت ابروفد دي نقطة في غاية الاهمية لان اللوحة باش مهندسين نفترض ان انت عندك لوحة تم اصدارها في يناير تمام وتعدلت في فبراير طب انت شغال على اللوحة القديمة اللي كانت في يناير ولا انت شغال على بتاعت فبراير على سبيل المثال طيب في نقطة تانية ان انت لو ما اشتغلتش على اللوحة الابروفد هتشتغل على اللوحة الغلط فلنفترض ان التعديل اللي تم من يناير لفبراير طول بايب مثلا على سبيل المثال بدل ما هي 12 متر بقت 20 متر تمام فلو انت شغال على اللوحة القديمة هتلبس من الاخر يعني وهتصنع وهتلحم وهتختبر وممكن تبعتها تركب في الموقع هناك ما تركبش فاول خطوة باش مهندسين لازم تتأكد من الابروفل بتاع اللوحة الابروفل في حاجة ما يكون اي بي سي دي تمام طيب اقرأ عن الكلام ده وسألني وانا هبدأ اقول لك ولو انت متابع معايا اسألني على اللي انت عايز تعرفه وانا هرد عليك ان شاء الله بس عشان خاطر ما ناخدش كل حاجة من الوقت بتاعنا طيب يبقى انت ما ينفعش ان انت تشتغل الا على اللوحة معتمدة يا باش مهندس دي نقطة في غاية الاهمية طيب بعد ما اللوحة تعتمد برضو او قبل ما تعتمد انت هتبص عليها وتبدأ تاخد بالك من حاجات كتير على سبيل المثال بيكون في بعض الحاجات المنسية باش مانس او الحاجات اللي فيها اخطاء يعني الايزو دروينج او الايزومتريك دروينج بتاع البيبنج سيستمر بيكون في حاجات كتير في ال politique بتاع البيبنج سيستمر فيه انواع الفتنج على سبيل المثال تيجي تفتح اللوحة تبدأ تلاقي الفلانشة متوصفة صح مثلا فلانشة RTG او فلانشة رينج الجازكت متوصف مش رينج متوصف RTG البولت متوصف مثلا مقاس غير المقاس الطبيعي اللي للفلانش طبعا فيه مراجع احنا بنتكلم عنها وبنتكلم عنها في البيبنج انسبكشن ووركشوب دايما وبنبدأ ان احنا نتعلم ازاي نتشك على الديمينشن بتاع البيبنج سيستم يعني الفلانشة تاخد انهي جسكت تاخد انهي بولت النقطة دي بغاية الاهمية لان بيحصل لابش مهندسي الناشة غالة واسناء الفلانش مانجمنت او التربيط بتاع المصامير في الفلانشات يجي لقى نفس واقف على جسك او واقف على بولت طب افرض انت فشتداون هتعمل ايه هتلبس من الاخر يعني فخلي بالك النقاط دي نقاط في غاية الاهمية باش مهندسي في نفس الوقت الدكومنتيشن مش بس دروينج انت بتتكلم على حاجة اسمها بروسيجر تمام او مواصفة وبتتكلم على حاجة اسمها ستاندرد وبتتكلم على حاجة اسمها الكود طب ايه الفرق يا باش مهندسيين ما بين الستاندرد والكود والسبسيفيكيشن خلونا سهلها لكو شوي ايه الفرق ما بين الستاندرد وما بين السبسيفيكيشن او ما بين الستاندرد وما بين البروسيجر ما بين الستاندرد وما بين البروسيجر ما بين المواصفة وما بين الستاندرد انا بص انا هجبها لك بمثال بسيط خالص 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 ايباش مهندسي لو احنا مثلا على سبيل المثال المنظمة الدولية يعني هتتحك معي شوية بس هسبت لك المعلومة المنظمة الدولية لعمل الشاي قالت ان الشاي بيتعامل عن طريق مية سخنة في درجة حرارة كذا ونص معلقة شاي مثلا ومن غير سكر هو ده الشاي الستاندرد تمام طيب والشاي الستاندرد ده باش مهندسين هيبقى مطبق على كل الكافيهات كل الكافيهات ملزمة ان هي تقدم الشاي في الصورة الاتية شاي من غير سكر شاي بس بنص معلقة شاي على شوية مية تمام ده الستاندرد يا باش مهندسين المينموم ريكوارمنت البيزيك عشان اعمل كوباية الشاي تمام خلي بالك بقى في حاجة بقى اسمها البروسيدر او المواصفة دي خاصة بالعميل يعني انت في بيتك او انت في شركتك عايز تعمل كوباية الشاي مثلا بفتلتين عايز تعمل كوباية الشاي بمعلقتين سكر عايز تعمل كوباية الشاي نص بس كوباية في الخمسينة كده مش مالك كوباعة الاخر تمام فدي اسمها البروسيدر بتاعة الشركة يعني يا باش مهندس يعني البروسيدر دي الحاجة الملاكة بتاعت الشركة يعني البروسيدر تختلف عن الستاندرد هي اقوى من الستاندرد واعلى من الستاندرد الستاندرد عملت شيء من غير سكر البروسيدر عملت شيء بسكر هو الموضوع كده باش مهندسية على سبيل المثال الستاندرد او الكود ممكن يبدأ ان هو يقولك مش هتعمل بوست ويلد هيت تريتمينت مش هتعمل معالجة حرارية ودي انت بتعملها مثلا بعد البيبينج سيستم لما بيخلص عشان خاطر تبدأ تفضل ايجادات الحرارية او الريزيد والستريس زي الداخلية لنتجة من اللحاء فالكود بيقول كده بس انت ككلاينت على سبيل المثال شركات زي ارامكو او جابكو او الشركات دي هي طلبة تعمل معالجة حرارية اذا كلاينت ريكويرمنت في البروسيدر بتاعتها طلبات للعميل والله انا الشركة الحمد لله معايا فلوس كويسة وهبدأ ان انا عمل لها معالجة حرارية وهدفع فلوسي للمقاول على سبيل المثال اي شركة من شركات الكونتراكتور ما بين البايع والشاريف تحلم فيش اي مشكلة خالص طالما انت هتدفع هتشوف اللي انت عايزه ما فيش اي مشكلة خالص تمام طيب فخلي بالك من النقطة دي ان البروسيدر يا بش موانسين البروسيدر هي اعلى من الستاندرد اعلى من الكود تمام البروسيدر دي حاجة الشركة بتعملها في بيتها يعني انت فاهم ازاي يعني لو انت مثلا على سبيل المثال ابسط مثال وهديلك امثلة كتير على موضوع البروسيدر دي يا بش موانسين البروسيدر يا بش موانسين على سبيل المثال في اي حاجة من الحاجات ممكن تقول لك مثلا المواصفة او الكود مثلا ممكن يبدأ يقول لك ان انا عايز سماحية مثلا في الهايلو عشر التخانة يعني لو السمك بتاع البيب عشرة ميلي فانا عندي عشرة في المية يعني واحد ميلي هيلو مثلا الكلينت ممكن يطلب ان هو عايز نص نص ميلي هيلو على سبيل المثال ففي حاجات كتير قوي قوي ممكن مش حاضرة على زهن الوقتي ان انا ابدأ اكلمك على حتة هقولك حاجة على سبيل المثال مثال تاني بتبدأ تعتمدوا الشركات كبيرة جدا في زي ارامكو وبعض الشركات انها بتخلي مش بس سلك اللحام منداتوري ريكوارمنت لأ ده بتخلي المصنع بتاع سلك اللحام منداتوري ريكوارمنت يعني انت لو رحت جيبت سلك اللحام مثلا من مصنع معين وليكن بوهلر وعملت عليه وصفة اللحام لازم تمشي عليه في المشروع بنفس الباتشة بتاعت السلكة بنفس الرقم السلكة تمام لو رحت انت جيبت بقى من اي مصنع تاني الجنطة دي مش هتتلحم ولو لحمتها هتتقطع لانها مخالفة لموصفة اللحام بتاعك فزي ما انت شايف كل شركة بتبدأ انها تشترط اكتر طبعا اللي كوب بيقول كده كوب ما بيقولش كده يعني في كتير ازمة اي اكس كتير من الاكويبمنت ما بيقولكش ان ده المصنع يعتبر منداتوري requirement في ال WBS على سبيل المثال اللي هما بيسموه essential variable يعني طيب خلينا نخش باش مهندسين على بقية المراحل احنا اتكلمنا ان هو بيراجع documentation وبيراجع drawing لازم تكون انت كمهندس عارف كزا حاجة في موضوع لازم تكون انت عارف هو approved ولا مش approved لازم تكون انت عارف والكلام ده لازم تكون انت عارف نسبة administrative test وتطلحها ازاي تمام وهل مطلوب 10% NDT ولا مطلوب كان بالزبط طب انت معاك 10 لحمات هتاخد منهم لحم معاك 11 لحم هتاخد منهم لحمين تصورهم تمام تخلي بالك من الكلام ده hydro test او الاختبار بتاع الضغط ابدأ اطلعه من isodrong هل piping system في مشكلة هل السابورتات فيها مشكلة كل الكلام ده ضخيط جدا ومهم جدا انا باش مانسيني يعني انت لو انت على سبيل المثال رايح تعمل hydro test وتملل piping system بتاعك مية وانت ناسي سابورتات وده للأسف كل الامثلة اللي انا بقولها لك دي والله العظيم حصلت حصلت في شركات كتير وانا بقولك الكلام ده عشان بس ايه تكون عندنا record بالحاجات ده عشان ما تحصلش معاك ولا تحصل في اي شركة في الكلام اللي جاي يعني piping system 32 بوصة كان واقف وزي الفل وما فيش حاجة الناس ناسي سابورتات تمام طبعا النسيان ده تم ليه برضو تم نتيجة ان المهندس اللي نزل اجازة ما بلغش المهندس اللي جاي جديد اصلا بحاجة واللوح اصلا برضو ما كانش ظاهر فيها السابورتات بشكل قوي طبعا يعني كلها مجموعة من الاخطاء ادت ان piping system كان واقف وحلو وكل حاجة لما بدأوا يملوه عشان يعملوا الهايدرو test الخط وقع وحصل فيه ميكانيكا damage بدأوا يبصوا ايه المشكلة قال لك والله ده منسي سابورتين طبعا السابورتين دول كانوا فين يعني طبعا الحاجات ده مهمة جدا جدا نا مش مهندسين ناخد بالنا منها بشكل قوي جدا جدا البروسيجر برضو مهمة جدا جدا اننا ناخد بالي من يعني انت على سبيل المثال داخل مسلا بتبص على طبعا الشغلة بتاعنا مش مهندسين في welding inspectors او مهندسين related بالwelding ومهندسين خاصين بالبينتنج والخليج حاليا بقوا بيطلبوا حاجة اسمها MDI multi disciplinary inspector ده شخص واخد شهادات الwelding وشهادات البينتنج وبيستلم الاتنين يعني زي ما احنا بنقول كده زكريا الدرديري يعني انا جاب مدرس يدرس جغرافيا ويدرس دراسات وممكن كمان ايه شوية انجليزي تمام فانا جاب اكتر من شخص يؤدي نفس الغرض يعني عشان حاجات كتير يعني هو بيوفر في الاول وفي الاخر الشركات بتفكر في منتلة التوفيد يعني انا اوفر انا اجيب ليه اتنين تلاتة ما اجيب واحد ويعمل كله تلاتة في واحد يعني فخلي بالك من النقطة دي ان الشخص اللي انا هجيبه ده راح يستلم مواصفة دهنات او يبص على مواصفة دهنات طب مواصفة الدهنات فقال كود معين هو استعجل والكونتراكتور بعات له المواصفة او مضي عليها تمام مضي على مواصفة فيها الوان غير اللي الكلاينت بتاعه طالبها يعني مثلا مطار مضى ان لونه هيبقى اصفر وهو المفروض يبقى احمر كالر كود بتاع الشركة احمر تمام طب المصيبة دي في ايه بقى مش موانزل المصيبة دي ان فيه كوست عالي جدا نتيجة ان هم اشتروا الوان الاحمر وما اشتروش الاصفر تمام حاجات كتير جدا جدا مشاكل ولو كان كمان يعني الغلطة دي لما بيلاقيها بعد ما اشترى البينتينج سيستم والكولر بتاعه ممكن تكون افضل شوية من ان يتعمل امليكيشن كمان يعني المطار او المنصة تدهن بلون معين مخالف اللي الشركة عايزاه تمام تبدأت انها تترفض من هيئة الطيران المدني وتترفض من الشركة وتبقى حاجة طبعا ماركونة ومتكهنة وملهاش اي لازمة وملايين بتتدفع طب كل الكلام ده نتيجة غلطة مهندس مقرش في المواصفة بتاعت العميل في الاول او في الاخر انت شغال على مواصفة عميل طالب الوان معينة يعني زي ما يكون انت في بيتك وعايز تدهن الحيطة اللي قدامك دي لون مثلا ابيض وهو جادة هنهالك اغدر وخلاص وما بصش انت او ال الركونتراكتور قدمهوه خلي بالك الركونتراكتور يا باش مهندسين يعني الشركات الخاصة بيه شركات الركونتراكتور او التنفيذي اللي باش مهندسين بتبقى شغالة مع شركات كتير جدا 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 وبالتالي لما تقدم لك مواصفة هيكون فيها كوبي من شركات تانية مش ليك يعني ممكن يكونوا هما شغالين على الوان مختلفة خالص غير اللي انت شغال عليه شغالين بسلك الحام مختلف خالص عن السلك اللي انت عايزه في شركتك فده مهم جدا جدا ان انا افهم شركتي عايزة ايه تمام فدي كلها من اخطاء اللوح ومن اخطاء المواصفات برضو في خطأ شاعة يا بش مونسين وانا مش عارف ازاي الخطأ ده بيحصل سلك اللحام يعني سلك اللحام مهم جدا جدا ان انا بختار سلك الحام الالتمت انسايل او اجهاد الشد بتاعه مساوي الالتمت انسايل بتاع البيب او اعلى منها تمام ده اساسي يعني البيب اللي هي اس اي مية وستة دي اجادة ستين الف بي اساوي ستين الف راطل على البوصة المربعة بجيب لها سلكة ستين عشرة اللي هي اجادة ستين الف راطل على البوصة المربعة واجيب لها سلكة سبعين تمنتاشر اجهادها اعلى من المصورة سبعين الف بي اساوي على سبيل المثال يبقى الستين جبت لها سلكة ستين تمام طيب تعمل ايه بقى لما انت شغال على بايب الاجهات بتاعها مثلا حاجة وتمانين. تمام? وده بيكون اكتر في في موصير وجاب لها ستين عشر ارحمها به. يعني يعني كلام ده والكلام ده مشكلته يا بش مواندس لو انت اكتشفته في اخر المشروع. يعني انت لو حظك سيء وجاي في اخر المشروع وطلعت غلطة زي دي. اقول لك يا عم انت جاي تعلم علينا ولا ايه? هي خلاص اتجوزت وتلحمت. يعني انت عايز ايه? تمام? فانت اقصى حاجة تعملها تقول لهم معلش والله يا جماعة ايه? خلوا بالكم المشروع الجاي ان شاء الله اختروا سلك مصبوط يعني. تمام? فالكلام ده كله يا بش مواندسين في غاية الاهمية. عشان كده دايما معظم الاكواد ومعظم المراجع الهندسية بتبدأ تقول لك ان النظام الجودة بيبدأ من اول مبدأ المشروع. من قبل مضرب اول بنتة لحام. انا عمل مواصفات قوية. انت مواصفة بتاعتك طالب فيها لحام ارجون ولا لحام كهرباء. طالب فيها اه مثلا. معالجة حرارية ولا مش طالب معالجة حرارية. طالب يو تي في ازدق الرأي ولا طالب ار تي. كلام ده كله مهم جدا انا بش مواندسين يتحدد والناس ضلد عليه من قبل ما المشروع يبدأ. عشان خاطر ما جيش انا في نص المشروع اقول لك لا والله انا انا عايز يو تي انستيد اوف ار تي. وانت عملتلي ار تي. تمام? فما ينفعش. يعني الكون في اللي ممكن يحصل. شركات كتير بتبدأ تصر على التصوير الاشعاعي. حتى لو الكود طالب يو تي اللي هي الموجات الفوق الصوتية لان التصوير الاشعاعي فيه في فيلم بيبقى معاك. انما يقول لك اليو تي لا انت هتضربهولي. طب انت ما طالبتش ده في اول المشروع ايه? يحصل وخناقات ما بين الناس ما بين الشركتين طبعا. ودي نتجتها بيكون فيها حاجة في يعني الشركة اللي بتغلط غالبا هتدفع. يعني مش نتجتها حاجة ايه. طيب. دي كلها مش مواندسين حاجات كده بنبدأ ان احنا نفتحها مع بعض كده ونتكلم فيها. دايما من خلال اللي احنا بنقدمها سواء لايف او على موقع ايو ديمي. ببدأ ايه باش مواندسين ناخد اكتر من ايزو دروينج. اول حاجة بنبدأ بايزو دروينج صح مفيش فيه اخطاء قدر المستطاع. عشان الخطر عينيك تشوف الحلوة الاول. بعد كده نبدأ نخش في اللي ممكن يكون فيه اخطاء ونبدأ نشتغله مع بعض. بعد كده تدي لك انا امثلة على انت اللي تطلع على الاخطاء اللي فيها. موضوضة في غاية الاهم ما باش مواندسين. و دايما احنا ما بنقولش انا شغال والله مش هستلم خمات او انا شغال لأ. لان معظم الناس اللي انت معظم شغلك احيانا او انت لما هتشتغل في بعض الشركات هتلاقي نفسك ملمة بالمشروع ككل. يعني انت محطوط على ملمة من اول لحد ايه تفنيش المشروع. وحتى لو انت شغال في جزء برضو تحلم بقية الاجزاء وبقية الاقسام شغال ازاي? هيفرق معاك في شغلك وهيفرق معاك لو انت كنت مكان. تمام يا باش مواندسين? فالموضوع ده مهم جدا. طيب. بعد وناخد بنا من الانسبكشن تستبلان وده خطة تنفيذ الاعمال اللي بيكون عليها المشروع ماشي خطوة في خطوة. تمام? طيب. وابدأ اخد بالي من الكود بتاعي اكون انا عارف الكود اللي انا شغال عليه وفتحت الكود وعرفت طبعا الكود ابدأ ألجأ له لما احتاجه. يعني الكود مش مقال علمي انا بقرأ منه يا باش مواندسين. انا انما الكود اه ما ينفعش ان انا اخده اقرأ فيه صعب جدا. تمام? وبالاخص لو بي ثيرتي وان بوينت ثري او الازمة تمانية ديفجان واحد خاص بالبرشور فيزر على السبيل المسال. هتعقد نفسك. تمام? اه في اجزاء ممكن تبدأ منها. ولكن الافضل انت تبدأ بمواصفات الشركات. مواصفات الشركات النظيفة المحترمة طبعا بتكون موضحة. وتلاقي نفسك انت بتخش الكود تبص على حاجات معينة وترجع. مفيش اي مشكلة خالص. تمام? طيب. اه المواصفة ده باش موانسين بتبدأ اتعرفك كل حاجة بتتعمل ازاي? يعني على سبيل المسال مواصفة اللحام بتبدأ تقول لك الخامة اللي هتتلحم ايه? سلك اللحام بتاعها ايه? هتلحم عند اه طيار قد ايه? او الكارنت كام? الفرق الجهد بتاعك او الفولت كام? هتبدأ تشتغل على سبيل المسال اه على الطالع ولا على النازل بتاع السلكة بتاعتك? هتعمل تسخين قبل اللحام ولا مش هتعمل اللي هي هتعمل معالجة حرية بعد اللحام ولا البوسترولد تريتمينت كل الكلام ده في المواصفة. فانت اه المواصفة بتبدأ توضح لك كل المهام الخاصة باللحام اللي انت هتبدأ تشتغل. بعد كده باش موانسين. بعد اما انت بتبدأ اه تخلص الجزئية او تبقى ملم قوي جدا بجزئية الخاصة بيه. حاجة اسمها البي اند اي دي بايبنج انسترومنتيشن دايجرام بيكون فيها طبعا ده مش related للإلكتريكال بس. تمام ده related للميكانيكال برضى. يعني دايما الشغل لنا بيكون فيي اللي كانكال انسترومنت انسترومنت مش هو اللي بيفتح بس البي اند اي دي. لان البي اند اي دي في الفالوس اللي انت اشتغلت عليها. فانت لازم تكون انت بتعرف تقرى بي اند اي دي وتقرأ كمان ايزو دروج وتقرأ حاجة اسمها همهجرام جنرال ارنج منت دروج تمام طيب. ولكن جنرال ارنج منت دروج او جي ايه هي اقل اهمية من الاتنين دول بعد كده باش مهندسين تخش في خطوة استلام الخامات عشان تستلام خامات لازم تكون انت عارف اصلا النومنال بايب سايز او النظام بتاع قطر المواسير عبارة عن ايه بالزبط تمام لازم تكون انت عارف الفرق ما بين ال 12 بوصة او ال 14 بوصة في القطر الخارجي لازم تكون انت عارف السمكة بتاع كل بايب كل الكلام ده طبعا من خلال الاكواد قزمي ب16 والاكواد الخاصة بالكلام ده ومن خلال بعض التطبيقات اللي بنبدأ نشتغل فيها مع بعض بتبدأ اتعرفك سمك البايب بتعرفك الديمانشن بتاعيه لازم تكون انت عندك الحتة دي تطبيقات دي لازم تكون عندك تمام لو انت شغال في استلام الخامات او انت شغال في عملية اللحم نفسها لان انت هتبدأ تجيلك فلانشة ولداكم فلانشة مثلا او فالف او اي حاجة فلانشة 12 بوصة ويلد نيك على سبيل المثال اكس ستورونج والريد بتاعها 150 تبدأ تكتبها على التطبيق او تبدأ تخش الجداول بتاعت الكود وتبدأ ان انت تعرف هل الديمانشن بتاعتها اديه بالزبط عشان خاطر تبدأ تستلم اللحم بتاعها وعشان خاطر حتى تستلمها لو هي مثلا فيها مشكلة او فيها اختلاف عن الستاندرد بعد كده باش مهندسين لازم تكون انت ملم بخطوة في غاية الاهمية وهي خطوة الفيت اوب او خطوات الريكشن او خطوات التجمية تمام في شغلنا فيه شخص اسمه براد الشخص ده باش مهندسين بيبدأ انه هيسلمك المصورة اللي هتتلحم في قلبه على سبيل المثال يبدأ يسلمه لك طب استلمه شزاء باش مهندس بميزان المية تلاقيت دلك ميزان المية وقالك تفضل هندس تمام تبدأ تقول له امسك انت ميزان المية اصور ما انا لسه معرفش حاجة يعني انا اصور انا بالموبايل وانت حطه يعني تمام ولو تزنقت قوي ايه اعمل نفسك بايه بتعمل مكالمة وسأل في حد ده تكنيك معين بس ده ممكن تلاقي فيه صعوبة جديدة خاصة لو انت بتتعامل مع جنسيات تانية لحد ما هتتعلم الكلام ده هتعاني عشان كده باش مهندسين احنا بنقدم المعلومات دي عشان خاطر تبدأ انت من حيث انتها الاخرون وعشان خاطر المعلومات دي لازم تكون مهمة ومعروفة لك عشان تريحك نفسيا يعني انت نزل تستلم انت تعرف الحاجة دي استلمتها معمولة ازاي تمام واتدربت عليها كتير فلما تنزل تستلمها ما فيش اي مشكلة الناس اللي معك متعاونة جالك فترة او راح تعمل مثلا انسبكشن مع شركة مش متعاونة تبقى انت قوي لو لقاك قوي وفاهم عمره ما هيقدر يضحك عليك انما لو لقاك مش فاهم هيبدأ انه هيدحك عليك فدي نقطة باش مانسين في غاية الاهمية انت نفسيا انت رازم تبقى انت مستراح في الحتة بيه تمام وخلي بالك اللي انا بقوله لك ده مهم جدا حتى في التعامل مع جنسيات تانية المهندس اللي بيبقى فاهم بيبقى داخل عنده ثقة في نفسه متوكل على ربنا لو هو طبعا يعني عربي زينا كده متوكل على ربنا ان شاء الله وراح يشوف شغله تمام ولا هو جنسيات تانية خلص يعني هندي او اي حاجة من الكلام ده مفيش مشكلة بس لو هو فاهم بيبقى مستريح لو هو مش فاهم بيبقى متوتر وممكن يغلط واحيانا في فرصة انك تغلط وتعدي واحيانا ما فيش فرصة انك تغلط وتعدي فالموضوع ده مهم ان انت تكون عارف البيزيكس بتاع البيبنج انسبكشن ازاي ابدأ استلم بالميزان وازاي اقدر استلم بالزاوية القايمة استلم ميت الاخرام استلم الكلام ده كله لازم تكون انت عارف تلمي بيه تمام ما بقولكش حتى التفاصيل بتاعت مثلا تفصيل ولد والحاجات دي ولكن برضو انت لما تعوز الكلام ده هتخش عن نت وتبدأ تعرفه يعني ليك حتى يعني عشان برضو البراط لو حصل منه غلطة تمام بايب اتجاهها في قلب وراحها في النورس عملها لك اتجاه الساوس وتلحمت وراحت هناك البحر تركب على سبيل المثال يعني مسؤولة كان اتجاهها القلب وراحها في النورس عملوا في الساوس مثلا انت الغلط ده في وشك في المهندس قبل اي حد تمام ده مش بس في دولتك في اي دولة تانية الغلط بيكون في وش المهندس قبل اي صناية يا عشان تبقى انت عارف يعني فانت لازم تكون انت ملمي بالكلام نخلص عملية الفطى بابش مهمسين نخش في عملية اللحام لازم تكون انت بتقرأ المواصفة كويس جدا فاهم اللي هتم او عملية التجهيز نفسها اللي هتم وفقا للمواصفة بتاعتك ووفقا للدروينج بتاعك وفاهم يعني فاهم عملية اللحام تمام اكيد طبعا انت فاهم الكلام ده او الناس اللي دخلت في المجال لازم تكون خدت الكلام ده في ال يعني بدأت ب والكورس ده مهم جدا ومهم جدا تاخده تاخده في مركز او او اكاديمية من الاكاديميات حتى لو كان شرح النظري اونلاين ولكن العمل لازم يكون مش مهمسين اوفلاين او في احد الاكاديميات تمام عشان خاطر ده هو البداية وهو الاستبار الرئيسية في المجال تمام للي الاستبار الرئيسية في المجال لان معظم الشركات بتاعتدي بي ان اندي تي ليفل تو ده سلمة من سلمات الانسبكشن فمهم جدا ان الناس تبدأ وتركز كويس جدا في الكورس ده بعدها فيه كورسات تانية دولية زي السي دابلو اي سي سويب غيرها من الكورسات دي برضو مهمة جدا 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 بس كل الكورسات ده باش مونسين مش هتديلك معلومات دقيقة في البايبينج او معلومات دقيقة في البريشور بيزل او معلومات دقيقة الابي اي مثلا اابي اي 570 على سبيل المثال هتديلك في الانسبكشن ان سيرفز تمام في عمليات الصيانة الخاصة بالبايبينج طب ايه اللي بيديلك بايبينج مفيش حاجة بتديلك بايبينج على مستوى العالم كله مفيش الا الكورسات اللي احنا زي اللي احنا بنقدمها دي اللي هي بتكون او كورسات بتعتمد على الخبرات وبتكون من خلال مشاريع نبدأ نفتح المشاريع المشاريع بيتعمل فيها ايه بنستلم فيها ازاي واحد اتنين تلاتة اربعة وهو ده اللي بنبدأ ندرسه فيه طيب مهم جدا باش مهندسين بعد خطوة البرادة نبدأ نخش بخطوة اللحم ونخش بخطوة وتبقى انت عارف نسبة وتبقى انت حارف لما انت خلصت والمعالجة الحرارية انك هتخش على خطوة تمام وقبل ما اخش لك على ده باش مهندس هتديلك معلومة مهمة جدا جدا وسؤال بيتسأل في معظم الانترفيوهات لما يعني سؤال بسيط شوية يعني اي حد اشتغل عارفه ولكن السؤال ده مهم جدا انا باش مونسين انه هيبدأ يسألك المهام بتاعتك ايه فانت لازم تبدأ توضح له او يبدأ يقولك المهام بتاعتك انت هتنزل تعمل بس لأ المهام بتاعتي قبل اللحم واثناء اللحم وبعد اللحم نقطة ضيب غاية الاهمية برضو ممكن يسألك اختبار الضغط او الهايدروستاد التست ايه اول حاجة بتبص عليه تمام فيه ناس بتبدأ تقول والله انا ببص على المية يعني الشهادات المية اللي هيتعمل عليها للاختبار فيه ناس تبدأ تقولك انا هبص على الضغط بتاع البرشور تست خلي بالك ومش عايز كل الكلام ده معظم الناس اللي بتسألك الكلام ده هي عايزة تقولك ايه تقولك هل اتعمل ريليز فور الهايدروستاتيك تست ولا ما اتعملش يعني ايه ريليز فور هيدروستاتيك تست يعني كل المهام ما قبل الهايدروستاتيك تست هل خلصانة ولا مش خلصانة كل اللحمات خلصانة ولا لا كل الاني دي تي خلصانة ولا لا المعالجة خلصانة ولا لا لان انا وقت ما بعمل هيدروستاتيك تست انا كده حرام ان انا ادي بمطة لحم خلاص كده انتهت لو اديت بمطة لحم هتطر اعمل هيدرو تست تاني فالمفروض ان انا اكون مخلص كل الكلام فاول خطوة في الهايدرو تست ان انت تكون عامل release for hydrostatic test متأكد ان نقاط ال ITB او خطة تنفيذ الاعمال خلصانة كل اللحمات خلصانة ال NDT خلصان بص يقول لي hate treatment خلصان كل حاجة خلصانة ابدأ اخش بقى في ال hydrostatic test اللي هبدأ اقولك اول حاجة فيه ان اللوحة تكون معتمدة من ال client ومعمل لها marking up او متمرك اللوبة يعني الليسبولة او ال piping system اللي هتبدأ تختبره لان ال client ممكن يقولك لا اختبر لي دي بس اصلي دي vent يعني دي هتبقى open to air فما تختبر ليش فلهم تشوف ال client وتبدأ تتفاعل معه تبدأ تسأله انا هعمل الاختبار بتاعي مئة فين فال ISO هيكون متمرك عليه والبيئة under ID متمرك عليه والGA drawing متمرك عليه ودموقت فغاية الاهمية باش مونسين وتاخد بالك منها لان انت عجب ما تروحش تختبر piping system غير اللي هو عايزه او تنسى حاجة ما تختبرهاش برضو لازم تتأكد وتسأل هل ال instrument دخلة معاك ولا مش دخلة معاك الفولفز دخلة معاك ولا ابدأ اشيلها برك الكلام ده مهم جدا طيب الضغط بتاعي هضغط عند كام تمام ده نقطة مهمة لان فيه ناس بتبدأ انها تضغط عند ضغط غلط وتلاقي pressure visual فرقات نتيجة انها كان شغالة على ضغط اعلى من الضغط بتاعها طيب خلي بالك يا مش موندس برضو وانت بتعمل في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها انت بترفع وتسيبها اللي هو مثلا نص ساعة وبعد اما تخلص النص ساعة بتاعتك تنزل عند ال design pressure وتبدأ تشيك عند ال design pressure يعني انت مش بتشيك عند ال hold انت بتشيك عند ال design تاكة safety factor يعني يقولك والله السل hold برضو بيبقى واحد ونص او واحد وثلاثة في design pressure لا شيك عند ال design pressure دي كلها نقاط في غاية الاهمية باش منسي ودايما تخلي بالك يا باش مهندس من النقاط دي ودايما تخلي بالك من حتة ايه يعني من اهم الحاجات اللي احنا ناخد بالنا يعني ايه حتة الضمير يعني انت شغلنا ممكن تبقى انت شغال في hydrostatic test على سبيل المثال لمصورة HDPE اللي هي الموسير البلاستيك ال hydrostي polyethylene الرفع بتاعها في ال hydrostيست بياخد اربع ساعات يعني الرفع بس بتاعها بياخد اربع ساعات وال holdings كان تقريبا ساعة حسب المواصفة يعني فانت بتاخد خمس ساعات للرفع تيجي انت بترفع عادي طبعا ده كله عشان خاطر الماتيريال بتاعتها خواص ال ال الستيستي بتاعتها لازم تبدأ تطرج لها اللوت بتاعها لازم اللوت بتاعها يبقى يعني شوية بشوية step by step عشان خاطر ما يحصلش ايه انفجار فيها يعني فتيجي انت شغال والدنيا عادي واقعت بعد الاربع ساعات ولسه هتبدأ تعمل ال hold تبدأ تلاقي فيه فلان شلايكة ما كانوش مربطانها كويس فتلاقي مهندس بيقولك لا باش مهندس ايه كان بقى جنسيات ويقولك يا باش مهندس معلش ايه احنا هنطلع الجيج دي الجيج طبعا الكترونية هنوقفها خالص تمام لحد ما ايه نعالج الليك ونبدأ نملة ونرفع على طول ونبدأ ايه نشتغل على الشرط زي المكان يعني هو مش عايز يبدأ يرفع تدريجي بقى هو عايز ان هو خلاص انا مش هقعد اربع ساعات تاني تمام انا هبدأ ان انا ارفعها في خمس دقايق طب الكلام ده عشان ما يبانش على الشرط هعمل ايه هعمل هولد للشرط هوقف الشرط وعند مثلا اربعتاشر بار اللي هي قيمة الضغط بتاعتي وقت ما اوصل عند الاربعتاشر بار في الخمس دقايق هبدأ اشغل الشرط فيبدأ اي ايه تمام خلي بالك كلام ده طبعا مخالف للضمير كلام ده طبعا مخالف ان انت الماتيريال بتاعتك مش هتستحمل الرفع السريع في الضغط فيتقع منك وتبدأ تكلمه باسلوبه يعني تقوله لأ ده هيحصل منها انفجار اثناء الشغل بتاعنا بيكون في حاجات مثلا لو انت شغال في بايبلاين ولا حاجة بيكون في حاجات انت بس اللي شايف تخط على سبيل المثال بعد اما انت عملتله او بعد اما خلص في اللحام بيتعمله انزال تخط معصور نفسه اللحام نفسه عليه لوت كبير هيبدأ انه يحصل فيه كريكات ده برضو مش سكوبك ولكن ده هتبدأ تنظمها مع مهندسين السفل على سبيل المثال بحيس انه يزبط بتاع الحفر او عمق الحفر والابعاد بتاعته عشان خطر الخط بتاعك ما يبقاش معصور وتبدأ تتأكد تخلي الكيرين يبدأ يحرك الخط بتاعك بحيس انه هو ما يبقاش فيه حصرة او فيه حاجة يؤطم منك يعني فالكلام ده بغاية الاهمية بشمعنصين وده اللي بي انا بقوله عشان خطر نقطة تمام يعني هتعلمنا مثلا في وفي غيرها من الكورسات ان ان انت لازم تكون ان انت كويس جدا في عملية communication او التواصل مع المهندس مع البرات مع مهندس المشروعات مع اه الديزاينر مع اي حد في الدنيا لان المهندس QAQC او مهندس الانسبكتور ده هو حلقة الواصل هو حلقة الواصل لما بيه حتى مهندس المشروع عايز يبعت نسبة الشغل اللي خلص بيرجع للكيو سي يقوله والله انت خلص من كام لحم وباقي كام لحم فانت النسبة رجعلك على طول انت العين بتاع الولدنج انجينير اللي بعمل موصفة اللحام انت اللي بتبدأ تاخد بالك الديزاينر عامل حاجة صحة ولا عامل حاجة غلط ممكن يعمل لك طيب مثلا مفيش اكسز ان اللحام ينزل تحت يلحمها على سبيل المثال فانت عينك مهمة جدا شغلك مهمة جدا جدا تواصلك مهمة جدا 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 في المجال ده يعني احيانا في بعض المشاريع اللي تلاقي فيها نسبة الريبير عالية ممكن تتخيل انت نسبة الريبير عالية ليه مثلا هدي لك مثال بسيط خالص خالص اتنين مهندسين بيغطوا في منطقة واحدة مهندسس محمد مهندسس محمد بيبدأ انهم يستلموا لحمات كل اللحمات اللي تمت قبل كده نسبة الريبير فيها لا تتعدى اتنين تلاتة في المية جم في بلانت نسبة الريبير نفس اللحمين ونفس الكرو ونفس كل حاجة بس اتنين مهندسين تمام نسبة الريبير معاهم بعد اما كانت اتنين في المية بقت خمسين في المية السبب غريب جدا نابش مهندسين السبب ان الاتنين ما بيكلموش بعض والله زي ما بقولك كده الاتنين مش بيكلموا بعض فده مش بيقو يعني احمد ما مش بيقول محمد ان الجونتة دي تسلمت تمام وبعض اللحمين فرحانين يعني ما تيجي انت تسأله كده يا فلان انت اللحمد خلص مهندس احمد استلمو انا محمد مهندس احمد استلمو يقول له اه احمد استلمو احمد اما يجي يسأله يقول له لا محمد استلمو تمام بتركها هتلاقي مشكلة كبيرة جدا ان في لحمات ما تفنشتش يعني في ربيرات مثلا خمسين في المية من ضمنها شوية حاجات بودرة شوية حاجات كانت ممكن تتفنش بالحضر تمام وما تفنشتش نتيجة ان في اتنين ما بيكلموش بعض طبعا الكلام ده في غاية الخطورة بشمهندسين يعني ايا كان الخلاف الشخصي اللي هيكون ما بينك وما بين اي مهندس لازم تاخد بالك من النقطة دي تاخد بالك من حتة التواصل لازم يكون قوي جدا جدا تفصل النقطة دي عن النقطة دي ما ينفعش ان احنا نكون في شغل واحد وما بننقلش الصورة لبعض تنقل الصورة لزميلك تنقل الصورة لمديرك تنقل الصورة للي هيبدلك لو انت نزل اجازة على سبيل المثال كل الكلام ده باش موانسين لازم يكون منقول ولازم يكون مهم جدا 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 نقطة الكمونيكيشن برضو باش موانسين من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها من ضمن الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها باش موانسين ان الاشخاص اللي دخلين في المشروع لازم يكونوا كواليفايد وصيرتفايد يعني انت جايلك لحام على سبيل المثال اللحام ده هيبدأ يلحم أرجون ولكن هو طول حياته كان شغال كهرباء وهيبدأ يخش في المشروع بتاعك مش بيعمل مثلا تست لأ ده عايز يخش في المشروع بتاعك تبدأ توقفه وريني الكارنيت بتاعك لأ انت مؤهل على البروسيس اسماه اللي يلحمل الكهرباء انت مش مؤهل على البروسيس جتاوه على سبيل المثال تمام تبدأ انك تختبره وتبدأ هو مفروض يتضرب الاول قبل ما يخش لو هو عايز يبقى ايه شغال ده وشغال ده على سبيل المثال يطلع يتضرب بره ويجي والنقطة ده باش مؤنسين بتفكرني بأشهر مثال للن سي اار يعني انت دايما لو انت داخل انترفيو هيقول لك مثلا ادني مثال للن سي اار اسهل مثال تقولهوله الان سي اار باش مؤنسين اللي هي وده طبعا تقرير عدم مطابقة تقرير عدم مطابقة ده بيكون في الحاجات الكبيرة ها ما تعملش ان سي اار على سبيل المثال في حاجات بسيطة خالص لا انا نازل مثلا على سبيل المثال مصورة مكتوبة لي في اللوحة ستالس هم غلطوا وجابوها كربون ستيل مصورة لو قالوي اللي هي كروم جابوها كربون ستيل اعمل ان سي اار بعد اما تأكد ان هم غلطوا فيها اعمل ان سي اار ما فيش اي مشكلة خالص تمام في شركات بتخاف من ان سي اار والان سي اار طبعا لها ريكورد والان سي اار يعني ايه اه بتبقى قلق للشركات وقلق للشركات الكنتراكتور بشكل كبير وممكن تصير من الناس شغلال لو الكنتراكتور او الشركة بتعمل ان سي اارات كتير ولكن اشهر مثال ان انت عندك لحم لحم جنطة وهو غير مؤهل حجار براد اي حاجة دخل لحم الجنطة غير مؤهل هابدى اعمل ان سي اار يقول لك طيب ايه الكوريكتف اكشن وايه البريفينتف اكشن تبدأ تقول لك الكوريكتف اكشن الجنطة دي لازم هقطعها هعمل لها كات اوت لان الجنطة دي حرام الجنطة دي ما لحمهاش لحم مؤهل وبالتالي الجنطة دي ما ينفعش حطها في المشروع بتاعي مش ضمنها طب ايه البريفينتف اكشن ان انا مش هدخل اللحم ده في الموقع تاني الا ما يبقى معتمد تمام فالنقاط دي مهمة جدا جدا نابش مهندسين والنقاط دي بتتقال في شركات كبيرة وبتتقال تقريبا تبكال وبتتكرر في الانتروفيوهات فتاخد بالك من الكلام ده بشكل كبير جدا اخر جزئيتي معانا نابش مهندسين طبعا في لازم يكون فاهم حاجة اسمها والفيلانش مانجمينتها بش مهندسين مش ان انا يعني كان فيه مهندس بيقول ان ان انا عمري ما ربطت فيلانشة الا ملايكة طيء الفلانشات بتلايك ليه بش مهندسين اول حاجة بش مهندس ان انت وانت بتربط ملتزمتش بالمواصفه مواصفه امجادش الماتيريال اللي دخلة انا عندي حاجة اسمها جازكت عندي حاجة اسمها بولت تمام? الكلام ده بيركب عالفلانشر. ممكن يبقى فيهم مشكلة. مشكلة تؤدي الى هذا يعني. انا بربط عند كام? بربط يا دوي ولا بربط بماكنة? انا بربط ازاي بالزبط? تمام? هربط انهم وصمار في كل المصامير دي قابل التاني. كلام ده كله لازم تكون انت فاهمه ولازم تقول انت عارف طبعا بتشتغل عليه ازاي? لان انت ممكن يكون انت مسلا شغال على بس يا عشركتك بتربط في المشروع بس على سبيل المثال. فلازم تكون انت فاهمه. فالكلام ده برضه مش مانسين من الحاجات اللي احنا بنبدأ نتكلم عنها في ودايما احنا بنجمع الكلام المهم كله ونبدأ نحطه في كورس واحد اللي هو كورس ده اونلاين تمام من خلال تطبيق زي تطبيقات زوم على سبيل المثال بنبدأ نشتغل مع بعض نبدأ ان احنا نتعلم مع بعض ونبدأ نشير المعلومات ونشير البروجيكت اللي احنا اشتغلناها ونحل عليها ونثبت المعلومات دي بشكل قوي جدا. تمام? اه انا شايف ان ده افيت بكتير جدا ان انا اجي ادي لك اه مثلا كورس في لانش على سبيل المثال. وافضل اتكلم معك 3-4-5 ايام في ازاي تربط في لانش الموضوع اصلا بسيط وما فيش في حاجة انت كانجينير اصلا انت محتاج نقاط معينة تكون عندك. تمام? والباقي انت بتعرف تجيبه. يعني انا بقول لك الاسيات كلها الباقي انت بتعرف تجيبه والباقي انت بتمشي فيه على المواصفة يعني. ما انتش محتاج انك تتعمق فيه الا لو انت بقى اه شغال في شركة تربية فلانشات شغال في شركات زي او الشركات اللي هي بتاع مكان تربية الفلانشات كده انت محتاج كورس فيها. تمام? طيب بعد كده باش مانسين النقطة الاخيرة خالص اللي هي نقطة تقفيل الورق. او نقطة تمام? تست باكتش. دي دي كومنتيشن ان كل الدروينج معتمد موجود والاسبلت دروينج موجود والريبورتات موجودة والمواصفات موجودة والريليزات موجودة وكل حاجة موجودة عندك. وبقفل الباكتش احيانا الباكتش ده باش مانسين تقفيلها. لازم يكون مهم جدا عشان خاطر تنزل فلوس للشركة لو انت شغال مع الكونتراكتور بعد انتهاء مرحلة من البايبينج سيستم. تمام? فده كله في غاية الاهمية. طيب الكلام ده بتعامل ازاي? التست باكتش بتقفيل ازاي? تمام? الافضل ان انت تشتغل في تقفيل التست باكتش ببارلل مع الشغل. تمام? ما تجيش في الاخر. ها? وتبدأ تقفل الباكتشات. تبدأ تغلق اخطاء غريبة. تبدأ تعمل تقرير البيتي. ما انت بتضرب بقى تقرير البيتي قبل الفيجوال. يعني انت هتعمل البيتي للحام اللي هو لسه ما تعملوش فيجوال انسبكشن. او لسه ما تلحمش اصلا يعني. تمام? فالكلام ده تتجنبه ازاي? انك تشتغل يا باش مهندسين ستيب باي ستيب. الحاجة اللي انا اه عملتها الحام ببدأ ان انا اعمل لها تقرير فيجوال. قبل ما ببدأ اعمل عملية الحام بعمل حاجة اسمها ابدأ ابعت ليه الانسبكتر الانسبكتر مسلا بتاع العميل لو انا تعال بصها معي على الوصلة دي قبلها باربعة وشرين ساعة او بتمانين واربعين ساعة حسب الاتفاق يعني. او ريكويست فور انسبكشن. فالكلام ده مهم جدا طبعا يا باش مهندسين مهم جدا ان احنا نكون فاهمينه. آآ لان طبعا الدوكومنتيشن يعني في اي دولة عربية او في اي دولة في العالم الدوكومنتيشن لا يقل اهمية عن البروجيكت نفسه. تمام? ولكن في بعض المهندسين مثلا يقول لك لا ده الدوكومنتيشن اهم من من البروجيكت. لا طبعا انت لو عندك مشكلة في السايت اعرف ان كل الناس في كل الاقسام في كل المواقع اللي جنبك في كل الزمله هيعرفوها لو انت مثلا عملت مصيبة في الموقع يعني. تمام? الكلام ده يختلف عن الورق. يعني ايه? يعني لو انت غلطت في الورق هتعدلها. انما لو انت غلطت في الحديد. مع الحديد مش هيروح وييجي معاك يعني. تمام? غلطت في الحم هتقطعه. غلطت في حاجة هتعالجها بس هتعالجها بشكل ميكانيكالي يعني. انما الورق ما فيش في مشكلة مش هتعالجه بشكل ميكانيكال لو انت غلطت في حاجة ايه. يعني حتى لو انت غلطت في مواصفة لحامل كود نفسه بيقول لك ايه? كود نفسه بيقول لك اشطب اه واعمل يعني غيرها. ونزل نسخة جديدة بيها ايه. تمام? فانت لازم برضو انا مش بقول لك كده تهويل من الورقيات ولا كده انا بقول لك كده عشان تحتمي بالاتنين. تمام? برضو المهم لان لو انا ممضتش بتاعي على المراحل بتاعة الشغل كلها. هنا في مشكلة لان الحاجة ما تسلمتش. يعني في الالو في الاخر الشركة عشان تنزل فلوس او المشروع يخلص او يحصل اي حاجة. تمام? لازم يكون كله خلصان. تمام? سواء بقى اللي في الموقع خلص او مخلص يعني او مفروض خلص. يعني بسها بتكلم ان هو بعد ما يخلص بنسبة مية في المية واشتغل وكل حاجة تمام لازم يكون خلصان. فدي حاجة اسمها ايا كان الشركة كل شركة بيبقى لها نظام في تقفيل بتاعها. فده كده باش مهندسين البيبنج انسبكتور. فالبيبنج انسبكتور طبعا زي ما احنا اتكلمنا نقاط بسيطة خالص خالص وكل واحدة منهم كل واحدة من دول احيانا بتكون شغلانة. يعني بس احيانا في جخص بس قايم على البيبنج انسبكشن. ولكن احنا او انا الغرض بتاعها باش مانسي من البيبنج انسبكشن ووركشوب وكورسات اللي انا بابدأ اديها ان الغرض ان احنا نعمل كوكتيل من المواضيع الهمة كوكتيل من كورسات هامة ندمجها في كورس واحد. تمام? بحيث ان انت تكون واخد من كل حاجة. وفي الاول وفي الاخر الشركات الوقتي مش بتسعى للتخصص بقدر سعيها ان هي تاخد واحد متعدد المهاب. تمام? فقدر المستطاع احنا بنحاول ان احنا نقدم اه الكورس ده باش مانسين وعدد من الكورسات بنقدم كورسات في نفس الكونسبت. برضو من اول اللوح بقى بتاعت الجنرال لحد تقفيل البوك فيزل. تمام? او الخاص بال كذلك في تمام? اه في مختلف انواع يا باش مانسين. بنبدأ ان احنا ندي الكورسات دي. تمام? اه فطبعا ده كله مهم جدا يا باش مانسين. ودايما كلها قريبة من بعض. يعني انا من خلال خبرتي في سواء بلاد فورمس او هيني ديك. التانكات. اه كلام ده كله اه الحاجات دي كلها قريبة من بعض. على فكرة يعني. وبمجرد ما انت بتاخد خبرة مسلا في حاجة بتاعته الحاجات التانية او التانية لتكون قريبة منها دايما يا. اه طيب اه باش مانسين. فيه اي سؤال فيه الكلام اللي احنا بنقوله. طبعا باش مانسين انا يعني اه معلش عزلوني في الوقت كان دايق شوية في موضوع اللايف ده ما اعلنتش عنه قبلها بفترة. فممكن فيه ناس كدير ما كانتش عارفة. اه بس اتمنى ان الناس هتشوف الفيديو والناس هتبدأ انها تستفيد ان شاء الله من خلال اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة. ودي بيكون فيها تعريف عن احد الكورسات اللي احنا بنقدمها بايبنج انسبيكشن ووركشوب. هستنى منك رسالة على الواتس ايب او اه خلص خليها على الواتس ايب او او على الايميل يعني او مكالمة لو انت من مصر او من برا مصر فيش مشاكل عن نفس الرقم. اه بحيث ان انت تقول لي انت اه محتاج الكورس او تبدأ يعني تشترك فيه الكورس. الكورس احنا بنقدم كورس لايف هنبدأ نشتغل فيه مع بعض. وفيه كورسات تانية مسجلة مسبقا على يو ديمي. كورس لايف طبعا معلوماته اكتر. ممتد بنتكلم على حوالي تمن محاضرات. بنتكلم على اه من اول مراجعة لحد تقفيل النهائي. كل الكلام ده باش مهنسين. مهم جدا جدا. اه اتمنى ان شاء الله تكون المحاضرة او الكلام اللي احنا قلناه. اه التفاصيل دي كلها اكلمني بس على الواتس اب وهبعط لك تفاصيل الدفع او طريقة الدفع والمصاريف بتاعة الكورس يا بش مهندس. انا هكتب لك الرقم على الواتس اب. اكيد طبعا متعارفينه. زر وعشرة ستة واحد تسعة ستة واحد تمانية ستة ستة. تمام? الرقم ده طبعا اه عن طريقة اليوتيوب ابعط لي رسالة ابعط لي اه اي حاجة انا هبدأ ان انا اتواصل معاك مش مشكلة خالص. تمام? واتمنى ان شاء الله ان اه نكون احنا دايما بنفيد بعض يا بش مهندسين. اه انا مش اقول لك السعر على طول لان طبعا في كزا اه سعر يعني مصر المصري غير اللي من اي دولة تانية طبعا اه فهيكون بالدولار فالفرق طبعا مش مش يعني كل حاجة هبعتها لك يعني وطريقة الدفع كمان طريقة التحويل يعني. طيب اه شكرا جزيلا لكم يا بش مهندسين. واتمنى ان شاء الله تكون اه في استفادة من الكلام اللي احنا قلناه. ما نكونش احنا متقلين عليكم في حاجة. وعذروني لو في اي خطأ او في اي حاجة. معلش برضو التأخير في المعاد لان كان في مشكلة في اه الانترنت عامة يعني في الفيسبوك بيتج عامة فانا دخلت على اليوتيوب وعملت من خلال اليوتيوب. بس ان شاء الله اقولولي برضو في الكومنتات وقولولي طبعا اه لو انتم محتاجين عن حاجات معينة. نبدأ ان احنا نتكلم عنها. اه وربنا وفقنا جميعا لما يحبوه ويرضاه. وشكرا جزيلا يا بش مهندسين. وربنا يكرمكم جميعا. وليلا سعيدة ان شاء الله في رعاية الله ربنا يكرمكم ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله.